صراع مستمر في إقليم دارفور ما إن تخب نيرانه حتى تشتعل من جديد الإقليم الذي يقع غربي السودان تحده من الشمال الغربي ليبيا ومن الغرب الشاد ومن الجنوب الغربي إفريقيا الوسطى ومن الجنوب دولة جنوب السودان ينقسم الإقليم الخصب والغني بحشائش الزفانة إداريا إلى ولاية شمال دارفور وعاصمتها مدينة الفاشر وولاية غرب دارفور وعاصمتها الجنينة وولاية وسط دارفور وعاصمتها زالينجي وولاية شرق دارفور وعاصمتها الضعين وولاية جنوب دارفور وعاصمتها نيهلة يقدر عدد سكان الإقليم بأكثر من 9 ملايين نسمة موزعين على عددنا القبائل الفريقية والعربية أهم قبائل دارفور هي قبيلة الفور التي أعطت اسمها للإقليم فأصبح يعرف بديار الفور أو دارفور تجاورها قبيلة الزغاوة التي انحدرت من تشاد كما يوجد في شمال دارفور أهم القبائل ذات الأصول العربية منها الزيادية وبني فضل وارزقات ومن فروعها المحميد أما ولاية غرب دارفور فتستوطنها قبائل إفريقية من أبرزها المساليت وهناك قبائل التامة والإزغاوة الحديث عن الاشتباكات الدائرة في غربي الإقليم يلقي الضوء على الجماعات المسلحة هناك أبرزها حركة جيش تحرير السودان الرئيس الأول للحركة هو المحامي عبدالواحد محمد نور ينظر إليه على أنه القوة القتالية الأهم والمتبقية داخل دارفور ولكن في عام 2004 انشقت الحركة إلى قسمين أحدهما بقيادة عبدالواحد محمد نور والآخر بقيادة مني آركو ميناوي الذي قاتل فصائل الجنجويد حركة العدل والمساوء يقودها جبريل إبراهيم تكونت هذه الحركة من متمردين معظمهم ليسوا عربا حملوا السلاح ضد حكومة الرئيس السابق عمر البشير عام 2003